اشتركوا في القناة هذبت ثمود وعادوا من طارعا فأما ثمود فأهلقوا بالضاغية وأما عادوا فأهلقوا برحيها صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليار وثمانية أيام حسوما فذرى قوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرع ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم خدد رابية إنا لما طغل ما أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحبلت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحب العرش ربك فوقهم يومئذها ثمانية يومئذها تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابهم يمينه فيقولها أمضرأوا كتابيه إني ظننت أني بلاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دالية كلوا واشربوا ولي أبما أستفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشباله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدرب حسابيه يا ليتها كانت قاطية ما أغنى عني ماله هدك عني سلطانه خذوه فضلوه ثم جحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعا ذراعا فاسدقوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على ضعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حديم ولا ضعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تباصلون وما لا تباصلون إنه لطول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كعين قليلا ما تذكرون ننزيل من رب العالمين ولو نقول علينا بعض الأطاوين لأخذنا منه باليمين ثم نقطعنا منه الوتين فبامي وكن من أحد عنه حاجزين وإنه لتظهرة للمنطقين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله دلمعارج نعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاسبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم دكون السماك المهد ودكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حبيما يبصرونهم يبد المجرم ولو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي دؤويه وماه في الأرض جميعا ثم يوجيه كلا إنها لضر لزاعة لشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خيط هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه خير منوعا إلا المصلين والذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصنقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بد غاراء ذلك فأولئك هم العدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم شهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهضعين عن اليمين وعن الشبار عزين أيضا عن كل أمر إن منهم أي دخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغالب إنا لقادرون على أن نبذل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويرعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصري وفضل خاشعة أبصارهم نرهبهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعجون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحد إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يتيهم عذاب أليم قال يا قومي إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوا واطيعا يغفر لكم من ذر بكم ويأخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم يعنوا أصبعهم في آبانهم واستغشوا ثيابهم وشروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم يهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بدرارا ويمددكم بأموال وقلين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم منهارا بألكم لا ترجون لله مطارا وقد خلقكم أضوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات اعتباقا وجعل القمر فيه النور وجعل الشمس سراجا والله أمتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبع من لم يزده ماله وولده إلا خسارا فمكروا مكرى كبارا فقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن وده ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا فقد أضلوا كثيرا لا تزد الظالمين إلا ظلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم يدون إلا ياصرا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرن يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم ويوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه دعا لجد ربنا ما اتخذ صاحبا دولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظلنا ألا تقول الإنسان إن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنسان ورجال من الجن فزالوا امراضا وأنه لا ندري شر نريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنه منا صالحون ومنا دون ذلك كنا طرائقا قددا وأنه ظلنا أرن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه وغبا وأنه لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن برده فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنه منا المصربون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرموا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حضبا وأن الله استطاموا عن الطريقة لأصغيناهم لما أن ضدقا لنفذلهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسبقه عذابا وصعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عباد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعى ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من نونه مضحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله رسوله فإن له نار جنب خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف نشره أقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أبدا علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتقى من رسوله فإنه يسبق من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أنه قد أبلغ رسالات ربهم وأحاضب ما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمد قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أوزد عليه ورد للقرآن ترتيلا إنا سنوطي عليك قولا ثقيل إن ناشية الليل هي أشد وضأم وأقوى مقيلا إنك في النهار سباحا وطميلا وانكر اسم ربك وتبدأ إليه تباتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخد وكيلا واصدد على ما يقولون وهجرهم أجرا جميلا ودرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكلا وجحيما وطعاما بابصة وعداما أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إن أرسلنا إليكم رسولا شهدا عليكم كما أرسلنا إلى فدعون رسولا فأعصى فدعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تدقون إن كفرتم يومي يجعل اليدان شبا السماء مفضل به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فما شاءت تخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار أعلم أن لا تحسنوا فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن أعلم أن سيكون منكم مرضا وآخرون يضربون في الأرض يبدغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وقيموا الصلاة وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا أقرضا حسنا وما تقدموا لأفسكم من خير تجدوا عيد الله هو خير وأعظم أجرا فاستغفر الله إن الله مخور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتثير قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنون تستكثير وهي ربك فاصبر فإذا نطر في النقور فذلك يوم يدي يوم عسير على الكافرين غير يسير دارني ومن خلقت وحيدا واجعت له ما لم ممتود ومن شهودا وأهدت له دمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقدل كيف قدر ثم قدل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أجبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأشنيه صقر وما أدرك ما صقر لا تبقي ولا تذر لوحة للمشر عليها تسعة عشر وما يجعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما يجعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليسطيقنا الذين أودوا الكتاب ويزادا الذين آمنوا إيمانا ولا يرداب الذين أودوا الكتاب ولا يرداب الذين أودوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا وكافروا ماذا أراد الله بهذا مثلا فذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلمه جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للمشر فاللا والقرر والليل إذ أدبر والسبح إذا أسفر إنها لإحدى القبر نظيرا للبشر لما نشاء منكم أن يتقدم أو يدخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن الطعيم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نبذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة شافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرث من قصورة بل يريد كل مرء منهم أن يتاصح فمنشرة كتلا بل لا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره فما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل الدقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإعسان أن لن نجمع عظامة بل يغاددين على أن نسوي بلانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا مرغ البصر وخسف القمر وليمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ نيلة المفرة بل لا لا وزن إلى ربك يومئذ المستقرة ينبأ الإنسان يومئذ لما قدم بأخرة بل الإنسان على نفسه مصيرة ولو ألقى معاذرة لا تحزق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا ميانه بل لا بل تحبون العاجرة وتذرون الآخرة يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة روجوه يومئذ ماسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت الدراق فقيل من راق وظن أنه الفراق فلتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان وأن يترك سلا ألم يكن أضفة من مني يمنا ثم كان على قضى فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والنوثى أليس ذلك مقادل على أن يحجي المغتا بسم الله الرحمن الرحيم هل أداعنا الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نظفة الأمشان لبدنه فجعله سبيعا بصيرا إنا هديده السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعددنا للكافرين سلاسلة وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأسه كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يرحون بالنظر ويخافون يوم كان شره مستطيرا ويضعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسرا إنما نضعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا وقمطريرا فوقهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسطورا وجزاهم بما صبروا جنة وحذيرا بالتكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شبسا ولا زمفريرا ودانية عليهم ظلالها وظل لتكتوفها تضليلا ويضاف عليهم بآية من فضة واكوى بأن كانت قاديرا قاديرا من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زا جبيلا عينا فيها تسمى سنسبيلا ويضوف عليهم بيودان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤمان صورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سرز خضر واستبرقا وحلوا أساور بها فضة وسطهم ربهم شربا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزل عليك القرآن تغزيلا فاسبر لحكم ربك ولا تضع منهم آثما أو كفورا فاذبر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلة طويلة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فما هو شاء التخد إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالئنا عند لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نظرا إنما تعدون رواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الكبال نسفت وإذا الرسل أقضت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدرك ما يوم الفصل وإذا يوم يدل للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نصبعهم بالآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وإذا يوم يدل للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين وفاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلومة فقدرنا فنعمل قادرون وإذا يوم يدل للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموتا وجعلنا فيها رواسع شامخات وأسقيناكم باء مفراتا وإذا يوم يدل للمكذبين إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ظل يضي ثلاث شعب لا ضرير ولا يغني من الهب إنها تربيب شرر كالقصر كأنه جبال طنصفر وإذا يوم يدل للمكذبين هذا يوم لا يعطقون ولا يؤذر لهم فيعتذلون وإذا يوم يدل للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيلوا فكيدون وإذا يوم يدل للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم نعملون إنك ذلك نجأز المحسنين وإن يوم يذل للمكذبين كلوا تمتعوا غيرا إنكم مجادمون وإن يوم يذل للمكذبين وإذا يقيل لهم وركعوا لا يركعون ويري يوم يذل للمكذبين فبأي حديث معه يؤمنون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مارك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعيد اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير الأمبود عليهم من الضالين رب يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آبين اللهم رحمنا بالقرآن وتلعى لنا إمامه ونوره وعوده ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نأسينا وعلمنا منه ما نأسينا ورزقنا كلاوتاهم آلاء الليل وأطراف النهار وتلعى لنا حجاتي يا رب العالمين قرآننا منه عجزة كذ مصطفى محمدا أجلها نفعا على أماته مسرمدا أجلها نفعا على أماته مسرمدا قبل من يحفظه دنيا وأخرى أبدا وكيف لا يدى يموت جسمه لا يحسد وكيف لا يدى يموت جسمه لا يحسد يا رب نوّي قلبنا منه يا رب العالمين وكيف لا يدى يموت جسمه لا يدى يموت جسمه وكيف لا يدى يموت جسمه لا يدى يموت جسمه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة